اشتركوا في القناة صناعة السعادة السعادة صناعة وهم يصنعون السعادة في قلوبنا وفي قلوب الفئة القريبة من قلوبنا وهي الفئة التي يجب أن نحتفل معها بيومنا الوطني دكتور رحمة فيك أخوة أرويد ودوما نشط طبعا كعادة صناعة السعادة اليوم تحتفل باليوم الوطني بمشاركة وعلى أن نقول شرف أباءنا المسنين من دار المسنين وأخوانا الدار العائل الاجتماعية بعدد من المراكز وفي نفس الوقت معنا ذوي الهمم وليس بنقول ذوي الإعاقة وهذا الحفل فعلا لهم وذكر الثمينة وثمينين وإن شاء الله شاركتنا العام الماضي في السبعة والثمين والآن ثمينة وثمينين ونقول إن شاء الله المية والألف نسعادة نتشرب بمشاركتكم دكتور الله يعطيكم العافية وإستمراركم هذا الدائم طوال العام يعني لكم عدة سنوات أنتم ما شاء الله على نفس النهج على نفس الهدف النبي هذا أقل شيء لكم خير ويجعلهم ميزان حصناتكم نترك فيكم وإستمراركم نبدأ حفلنا بين الطائق ومرقع وجدة يعني لهذه المشاركة المشاركة الاجتماعية لهذه المشاركة الاجتماعية ومن خطب الأقلوبة أفضل كل يوم الوطني هذا المشاركة الثانية لنفس المركز إيش تبقينا تكلم عن هذا المشاركة أولا يأحيك العافية على حضورك ثانيا أحب أهنئكم أهنئ الشعب السعودي يكلوا بهذا اليوم الجميل الذكرى الخالدة لليوم الوطني إحنا بنحتفل به من قلب فعلا ونسأل الله دائما أن يديم على هذا الوطن الأمن والأمان والرخاء والإزدهار وإننا نشوفه من مصاف دول العالم وهو فعلا من مصاف دول العالم إحنا اليوم بنحتفل مع أبائنا المسنين ومع أخواننا من دول عابدة من حمام إحنا بنسميهم ومع أبنائنا الأيتام بالذكرى الخالدة باليوم الوطني وهذه فعالية دائمة للمشبوعة صناع السعادة الله عافيك عافيك شكرا لحضورك شكرا بيهان يماني مدير الفركز تناغم الحياة والسنة هذه برضى للسنة الثانية تشاركين مجموعة صناع السعادة في هذه الرعاية وفي هذه الاحتفال باليوم الوطني مع المسلمين ولله الحمد فضلنا الله سبحانه وتعالى أنه كرمني للأستاذ أحمد الجحدري والأستاذ أسماء الغابر بإني أكون عضوة معاهم في هذه المجموعة المباركة وفضلنا الله سبحانه وتعالى أنه مشاركاتهم جدا جبارة وجهودهم واضحة للعيان لا قوة إلا بالله غطوا جميع الفئات تقريبا ما هم مقصرين مع أنه يعني لا قوة إلا بالله الجهود قائمة على قواهم الخاصة وإمكانياتهم الخاصة يعني مستمرين طوال العام مو بسا الاحتفاظ لا أبدا لا قوة إلا بالله المجموعة وإن كنت أنا مقصرة بسبب مشاغلي المستمر لكن لا قوة إلا بالله المجموعة ما في شهر يعد إلا ولهم فعاليتين ثلاثة أربعة مغطين جميع الفئات المجموعة متكاملة مغطين بعضهم بكل الإمكانيات بكل القدرات مجموعة جبارة لا قوة إلا بالله ما قدر أقول عنهم إلا أنهم مجموعة جبارة الله يبارك دكتورة بيهان أنا أكلم أستاذ أسماغ والحيان نغطي هذا أنا ألاحظ حتى بجدة وأنتي بإذن جدة ألاحظ أن هي أكثر مجموعة في هذه الفعاليات للمسمين وإن كنت أكثر مجموعة مهتمة بهذا ما أنا أقول لك ما أنا أقول لك لا قوة إلا بالله المجموعة بكامل فئاتها بكامل طاقمها مسخرين نفسهم وقت وجهد الله يبارك لهم أنا مرة متشرفة أني أنا أكون عضو منهم مع أني أنا مني عضو فعال زيهم الله يبارك لهم وحفظهم الجهود والإمكانيات والقدرات كلها قائمة على إمكانياتهم الخاصة رافضين أنهم يظهروا إعلاميا طالبين وجه الله سبحانه وتعالى وطالبين أنهم يبثوا الفرحة والسعادة في قلوب هذه الفئات بكامل الطاقم أحيانا دكتورة الظهور الإعلامية عشان يكتدوا بهم الآخرين هذا الفئات في حاجة لنا في حاجة للمجتمع في حاجة لتجارة رجال العمال الناس ربسيطين حتى صحيح عشان كده يعني الفترة الأخيرة وافقت الأستاذة أسماع والأستاذ أحمد الجحدلي والدكتور محمد السريحي والأستاذ عبد المجيد وأستاذ شيرين ومهندس محمد باهميم وأمال باجنيد وصباح ووفاء كلهم لقوا الأسماع عن التكافل تبعهم والتفاء يعني التخاني في هذه المجموعة إلا أنه لا قوة إلا بالله مغطيه تماما على كل الفئات إذا كنت أنت بتقول كبار سنح وهما مغطينا وإذا قلت دوي احتياجات خاصة هما اللي هما دوي الهمب هما مغطيه إذا قلت الأبناءنا الأيتام وحباءنا برضا هما مغطينا شاملين لا قوة إلا بالله اللهم يعني يخلص النوايا وهذه الجهود يبارك لنا فيها يا رب وإن كان ظهرنا إعلاميا ففقط من باب أنه زي ما حضرتك الفضلت تحفيز للآخرين ومن باب أنه بقية الدور تبعة الأيتام وكبار السن أو دوي الاحتياجات الخاصة إذا كان لهم أي حبنا يتواصلوا معنا فالمجموعة محبة لهم مستعدين ومحبين لهم الله يحفظ شكرا لك مدير العائلة الاجتماعية بمكة المكرمة الأستاذ جزاء العتيبي أستاذ جزاء الدار والمسنين والفئات الأخرى وهذه المشاركة المجتمعية من أفراد المجتمع إيش تقول على مشاركتهم هذا واحتفالهم هذا وأنت تشاركنا هذا اليوم وتحفر كلمة الحقيقة هنا أشكر لكم فريق سناع السعادة هذه المشاركة الطيبة التي تخص بها غالي علينا في يوم غالي علينا بربا اللي هو اليوم الوطني يكون أشكرهم وهذه ما هي أول مرة يعني هذه المبادرة الطيبة منهم دائما هم سباقين لأعمال الخير فمني لهم وباسم دار رعاية المسنين بمكة وأبانا المسنين يتقدم لهم بجزيل الشكر على هذه المبادرات اللي ما هي غريبة عليهم الله أعطيك العافظ شكرا لك بالالتقاء بالأستاذ صالح حامل عطية والوالد كان عمدة الهندوية ابن عمدة الهندوية وكمان أهداني كتاب شوفوه حكاية 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 مركز العمدة مركز العمدة أعطينا فكرة على الكتاب والله يا بيش مهندس طبعا الكتاب هذا يتكلم عن حقبة زمنية معينة ويظهر دور العمدة الاجتماعي اللي كان يعملوا بين أبناء حارته ويحكي عن قصص واقعية حصلت عصرتها أنا مع مجموعة من العمد كانوا من الناس اللي هم من من رواد مجلس الوالد أو المركز فكانت انطبعات جميلة ولكن الكتاب يعني كما قيل عنه إنه يحتوي معلومات قيمة ودسم فأنا حتركك إن شاء الله أنت تتطلع عليه هذا أول كتاب تعمل إيه إيه هذا أول كتاب إن شاء الله حيكون في كتب أخرى عن نفس الله إن شاء الله هو في جزء في جزء تاني إن شاء الله شغال عليه نعم وفي كتاب تاني برضو يحكي عن حكاوي داخل الصور داخل الصور إيه عن جدا أحداث ومواقف وعادات وقيم كانوا يقوموا بها الجداوين في داخل الصور أستاذ حامد من يريد يقتني الصالح فين يوجده في مكتبة والله هو في الوقت الحاضر يعرض في مكتبة جدة وأيامنا الحلوة في وسط البلد في وسط البلد قريبا من مسجد أبو عنبا نعم فإن شاء الله يكون مناسب ويكون يعني أدل الشيء اللي أنا أطمح له الله يعطيك العافية بارك الله يخليك إطاول لأمرك بباقي سلام ترجمة نانسي قنقر